شوخ اسلام مساء الخير انت موافق على الموضوع ده ولا معترض؟ مساء الخير يا سيد عمري ازاي حضرتك في السنة والتطيف والمجاهدين والامة العربية والاسلامية ومصر بالاقص بمناسبة مولة حضرة سيدنا النار بصبي انا كمأزون او كموظف انا ليا الاتجام في القوانين والتعليمات الصادرة من وزارة العدل لا قابلك التغيير ده بلساني انا كموظف الاول يعني انا هجيلي التعليمات من وزارة العدل اكتب بالتابلت هكتب بالتابلت اكتب على الصبورة كتب الكتاب هكتبه على الصبورة اكتبه على ورق الكراسة زي ما التعليمات هجيلي من وزارة العدل انا بريس ولكن لما اجي اكلمك باللسان الواقع والحقيقة التابلت عمره ما هيقللت نسبة زواد القاصرة وده يمكن انا كنت طالبت بي اكتر من مرة وقلت لابد من تجريم العقد العرفي لدون السن القانونية حاليا في الوقت الحالي هيها ان في مأزون يقدر يحرر وثيقة لزوج او لزوجه دون السن القانونية وزارة العدل بيدي من حديد لا يملك المأزون ويمكن كنت اشارت قبل كده ويمكن كانت في حلقة بالتحديد مع حضرتك وكان معانا احد اساتذة الافاضل من وزارة الاوقاف واتكلمنا كلام ده ان بعد امت المساجد كانت بتشر بعض العقود حاليا برضو صاحب الشأن لما بيجيلي انا مقدرش اكتب له لان انا لو كتبت له النهاردة وحررت الوثيقة هتحبس طب اما ليه معترض على التابلت يا استاذ الفاضل انا مش معترض على صيغة العمل او كيفية العمل بس لازم يجيلك من وزارة العدل مش كده يا حبيب قلبي انا تعليماتي بيجيلي من وزارة العدل هنفيستعليمات وزارة العدل انا بكلمك باللساني انا كبازون هنفيستعليمات ولكن ما العائد من التابلت ما هو بش هيقلل او هيمنع زواج القصيرات هو لما يجيلي برضو صاحب الشأن في جتمام زواج ابنته ويقول لي البنت او اللي اقل من السن القانونية ما ينفعش طيق اللي فدت شقة العروسة واللي ودى العشرة بتاعها واللي حجزوا النادي بيضطروا يعملوا ايه يلجأوا الى العقود العرفية فالتابلت مش هيمنع العهدو العرف الخارجي هل هل المسيح لتجريم زواج القاصيرات بعقود عرفية لدون السن القانونية جميل جدا ابوها لو جوزها يتحبس جميل جدا ابوها